بقاع الدكينة الكلف النمش وغيرها من المشاكل ديالوجيا اللي كيعانيوا منها بزاف بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات لان الموضوع لا يقتصر على النساء فقط انما كيني الناس اللي تعانيوا من هاد المشكل ديال بقاع الدكينة والكلف والكحال اللي تيكون في الوجه ديالهم اليوم جبنا لكم وصفة طبيعية مئة في المئة مجربة واللي اكيد غالية تنفع بزاف 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 ديال الناس اعمارهم مختلفة ولكن نتيجة وحدة سواء كانوا كيتعرضوا للشمس سواء كذلك كانت نتيجة ديال تغييرات في الجسم ديالهم داخليا او لا سواء كان مشكل ديال تقدم في العمر او مشاكل اخرى اللي غدين تعرفوا لها من خلال هاد الحلقة كنت من لكم فرجة ممتعة ونبدأوا على بركة الله ما تنسوناش من جام اللايك وكذلك الاشتراك في القناة بين اهم المشاكل ديال البقعة الداكنة اللي كتكون في الوجهة او التسبغات او كذلك 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 مشكل ديال الكلف اهم سبب رئيسي اللي دائما تنقولوا لكم احاولوا انكم تبتعدوا لي هو التعرض الدائم لاشيحات الشمس اللي تتكون ضارة فوق بها نفسجية وكذلك بزاف الناس ما تستعملوش الواقي ديال وجه ديالهم من الشمس وجود امراض جلدية بحل الكلف اثار حب الشباب وغيرها من المشاكل اللي تتكون في الوجه ديالكم وهنا نبغي نقول لكم ونفتحوا واحد القوس إذا كنتو كتعانون من مشكلة ديال حب الشباب موباشرة بعد علاج دياله ديروا وصفات لعلاج الاثار ديال حب الشباب ومنبينهم هاد الوصفة اللي كانت حكم بيها لانها فعلا 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 جد فعالة وكذلك كتخلي الوجه ديالكم صافي كذلك منبين من اهم الاسباب تناولكم لبعض الادوية بحل الادوية ديال القلب الادوية ديال الاستروجين وكذلك بعض المضادات الحيوية وهنا دائما نخصكم تبعوا مع طبيب ديال الوجه او ديال الجلد او الدير وصفات طبيعية إذا كنتو كتتعانون من هاد المشكل في الوجه ديالكم وجود نسبة عالية من الحديد في الجسم ديالكم كتقدر تسبب لكم هاد المشكل تغير الهرموني من بين اهم الاسباب ومنسوش ان مرض الكبد بعض المرات كيظهر لنا هاد البقع الداكنة في الوجه في الرقبة وكذلك كذلك كذلك بعض الجروح بعض الالتئام ديالها مباشرة كتعطينا بقع داكنة خفيفة لكتسبب لنا هاد المشكل خاصة خاصة في الوجه اديالنا استخدامكم للوصفات المنزلية اللي اكيد كتوحد لون البشرة كتلعب الدور كبير في الوجه ديالكم وفي الصفاء دياله وفي حماية الوجه ديالكم من التعرض لهاد المشاكل كذلك استخدامكم الكريمة التفتيح البشرة اللي كتحتوي على مواد الهيدروكينون وكذلك نسبة عالية او لنسبة معينة اللي كيحددها الطبيب ديالكم كتعطيكم النتيجة هائلة في حالتي لما نفرش من الوصفات الطبيعية لكن صدقوني ان شاء الله بإذن الله مع تجارتكم لهاد الوصفة غدي تلقاو النتيجة رائعة المكوية الأول ديالنا هنا كيف ما كتشوفوا معايا هو زيت جوز الهند اللي معروف بالفعالية دياله وكذلك كذلك كانت حكوم للقيام بفحص دوري نسبة الحديد في الجسم ديالكم وكذلك يجب معالجة حب الجباب مباشرة من اللي يبان في الوجه ديالكم أولا من اللي يظهر في الوجه ديالكم مكون آخر اللي غدي نحتاجو هنا يا كيف كتشوفوا معايا هو مكون اللي فرامو رائع بالنسبة اللي وجه ديالكم لأنه غني بالفيتامين اللي كتقلبو لها أو اللي كتاخدوه كومدي كابسول كذلك كينفحت بالنسبة الناس اللي تتكون عندهم مشاكل ديال التجاعد كيجبد الوجه ديالنا وكيخليه أكتر إشراقة ونظارة وكيخلص البشرة ديالكم من الزيوت الزائدة بحيث أنه كيمتصها خاصة عند الناس اللي البشرة ديالهم دهنية كذلك يطير كيطهر الوجه ديالنا وكيزول الخلايا ديالجلد الميتة كذلك كيحيد هلك طفح الجلدي والحمير اللي كيكون بزافة عند البشرة اللي كتكون حساسة وكيخلصنا من حروق الشمس الموتا وهيجة والموتاهيجة اللي تتعطينا للأسف الشديد نتيجة سيلبيا للبشرة ديالنا كيخفف لنا كذلك البقعة الدكنة في الوجه وكذلك كينفع في حالات ديال حب جباب بشكل كبير انه الناشا كذلك غنيب بالفيتامين با وبيدو اللي عارفين انه كيهزز لنا صحة البشرة والتيارة طبعة بشكل كبير وكيحسل لنا البنية ديال البشرة ديالنا وكيخفف من التجاعد وكذلك كذلك كذلك غنيب الفيتامين سي مدادة الأكسادة وكيحار بينكذلك الجذور الحرة در بالبشرة ديالنا بطرق بطرق لإستعمال دياله كتير وهنا يكن نصحكم انكم تاخدوا مع القمن اضيفوا معها مع القديل الشوفان هدي كوصفة اولى اضيفوا معها ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند وملاعق كبيرة من مصحوق القهوة هدي كطريقة اولى اولى كوصفة اولى كتخلط هاد المكونات كاملة ومن بعد كنقوم بتنظيف الوجه ديالنا الرقبة والابطين وكن نستعملها كذلك نصح بالمدوم على هاد الوصفة الاولى واستعمال الوصفة التانية اللي فريم جيد 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 معروفة جيد جيد ده رائعة اللي غادي نحتاج فيها مع الق من المكون الاول اللي سبقوا وذكرنا وتكلمنا للفوائد ديالو وغادي نضيف معها ملعقة كذلك من المكون التاني اللي تهو وتكلمنا عليه واللي عرفنا به عرفنا بالفوائد ديالو وغادي ناخد ضروري 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 مايكون جديد كيف غادي تشوف اما ايا وغادي نضيف احنا ايا واحد واحد ضروري وغادي وغادي نحتاج هنا كيف تشوف معي نخلط هاد المكونات وغادي نحتاج لمكون آخر لغناء الفائدة ديالو اللي قد ينفع نفع بثور الوجه الرؤوس سوداء حب شباب وتينفع كذلك في تبيض البشرة كيخفف لنا النودوب وكيحيد ها بشكل كبير وكتنفع الوصفة بالنسبة للسواد لكيكون في المرفق بين الركبات العنق الإبطين وغيرها المكوين ديالنا هي ملعقة صغيرة أخرى من بيكربونات السوداء أو السوديوم اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة بالنسبة للوصفات تبيض الأسنان كذلك المشكل للالتهاب المفاصل وغيرها ومنسوج بأنه ستنفع كذلك 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 حتى بالنسبة لإزالة كاريها اللي كتكون تحت الإبطين ديالنا غدي نخلط هاد المكوين جيدا ونوضعوهم على البشار ديالنا نخليوهم تين نشفو تماما ومن بعد نبدو نحيدوهم بشكل دائري على الشرط أننا من تعرضوش للشمس من تعرضوش للسخونية ديال الفران ومن ديروش من وراهم هتا ماسك آخر سوى التلج فقط باش غتي تغلقو هادوك المسام ديال الوجه المدوام على هاد الوصفة فصل الشيطة أو لفصل البرد عند فعالية كبيرة وكثيرة متعكزوش عليها ونتيجها إلى إن شاء الله بإذن الله تلو فرصكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة